سأعرض وثيقة على شاشة التلفزيون هي رسالة مؤلفة فيما يرتبط بالشهادة الثالثة رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة التي هي مؤلفة ومصنفة باللغة الفارسية صنفها الميرزى محمد الأخباري الذي قتله مراجع النجفي وكربلاء والكاظمية المرجع الأعلى في وقته شيخ موسى بن شيخ جعفر كاشف الغطاء هو الذي أصدر الفتوى بقتله وضمن لقاتله الدخول إلى الجنة لأن الجنة ما لا تتخلفه وقتل الميرزى الأخباري لأجل تشيعه ليس لأمر آخر لأجل تشيعه حسدا وحقدا عليه قتلوه وقتلوا ولده حكاية مفاصلة ذكرتها في برامجي السابقة يمكنكم أن تعودوا إليها هذه رسالة عنوانها رسالة الشهادة بالولاية إنها رسالة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة كتبها الميرزى محمد الأخباري رضوان الله تعالى عليه وهذه النسخة مصورة عن نسخة في مكتبة البرلمان الإيراني في مكتبة مجلس الشورى الإيراني في طهران رجاء اعرضوا لنا صورة هذه النسخة على الشاشة نبدأ بصفحة الأولى ثم الصفحة الثانية الثالثة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة صفحة اهدعش صفحة اثناش ثلاثة اربعة اخمسطعش ستعاش اسبعطعش اثمنطعش اتسعطعش وهذه هي الصفحة الأخيرة وتلاحظون في الزاوية في أعلى الصفحة هذا هو ختم مكتبة مجلس الشورى البرلمان الإيراني وهي مكتبة معروفة في إيران في طهران الرسالة بحسب النسخة التي رأيتموها على الشاشة ها هي بين يدي وقد ترجمت إلى اللغة العربية وطبعت وهذه ترجمتها إنها طبعة منشورات دار الحسين الطبعة الأولى الذي ترجمها هو سبطه سبط المرزى محمد الأخباري سبطه حسين علي السعداوي المرزى الأخباري حاول جعفر كاشف الغطاء أن يقتله لكنه ما استطع شيخ جعفر متى توفي 1228 هجري قمري صارت المرجعية من بعد شيخ جعفر إلى ولده شيخ موسى متى قتل المرزى الأخباري سنة 1232 يعني بعد وفاة شيخ جعفر بأربع سنوات شيخ جعفر كان يحاول قتله لكنه ما استطع فورث شيخ موسى الإجرام من أبيه فقتل المرزى الأخباري جريمة شنيعة شنيعة جدا فقتل المرزى الأخباري سنة 1232 للهجرة ما حكاية هذه الرسالة هذه الرسالة لها حكاية يحكيها المرزى الأخباري في سطور هذه الرسالة أقرأ عليكم في المقدمة بعد أن أدينا مراسم زيارته المرزى المرزى الأخباري يتحدث عن زيارة من هنا بعد أن أدينا مراسم زيارته إنه يتحدث عن الشاه الإيراني في ذلك الزمن كان القاجاريون هم الذين يحكمون إيران فتح علي شاه القاجاري كانت هناك علاقة وثيقة فيما بين فتح علي شاه القاجاري والمرزى الأخباري المرزى الأخباري يقول بعد أن أدينا مراسم زيارته زيارته زيارة زيارة فتح علي شاه القاجاري أطلعني على اللفافة التي حررها ذاك الشخص المعروف لفافة أرسل رسالة شيخ جعفر كاشف الغطاء إلى فتح علي شاه القاجار لفافة رسالة إنها رسالة كانت مطوية وهكذا كانت تبعث الرسائل إلى الملوك تطوى وتوضع في وعاء معين ثم تختم بختم خاص بعد أن أدينا مراسم زيارته أطلعني فتح علي شاه أطلع الميرزى محمد الأخبار أطلعني على اللفافة التي حررها ذاك الشخص المعروف يشير إلى شيخ جعفر الحرب كانت سجالا فيما بين جعفر كاشف الغطاء ومحمد الأخبار حكايات طويلة أطلعني على اللفافة التي حررها ذاك الشخص المعروف في أي شيء في خصوص منع الشهادة بالولاية لملك الأوصياء عليه السلام وقد استعان على هذا الأمر بالدولة القاهرة الدولة القاهرة المقصود منها الدولة العثمانية العداء كان قائما فيما بين الدولة العثمانية وبين الإيرانيين منذ زمان الصفويين وقد استعان على هذا الأمر بالدولة القاهرة فالتمس خاقان الزمان أيده الله بنصره من العبد الفقير الرد على تلك الكلمات هذه هي الحكاية جعفر كاشف الغطاء ربما يكذبها من يكذبها بالنسبة لي أنا أثق بما يكتبه الميرزا الأخباري أما جعفر كاشف الغطاء ومن معه فعلى الأقل بالنسبة لي لا أثق بهم ما أعرفه من تأريخهم وما قرأته في كتبهم وقرأت عليكم قبل قليل هو يجد الشبهة في كلمة أشهد أن علي ولي الله ولا يجد الشبهة والحرام وهو يستعين بالظالمين وبالجند لسلب الشيعة أمواله أنا لا أدري هل هو قد فعل ذلك أو لم يفعل لكنني أتحدث عن فتاواه وعن أحكامه هناك من يقول من أنه قد فعل ذلك لكنني لا أملك دليلا على هذا لذا لا أتناول هذا الموضوع أشخاص من أمثال هؤلاء يستسهلون سفك الدماء ولده موسى على منهج أبيه أصدر الفتوى بقتل المرزة الأخبار وضمن الجنة لبعض البلطجية الذين قتلوه مجموعة من البلطجية قتلوا المرزة الأخبار رضوان الله تعالى عليه ولعنة الله على قاتلي هو الذي يقول من أن جعفر كاشف الغطاء أرسل رسالة إلى فتح علي شاه القاجار يطلب منه باعتبار هو المرجع الأعلى في النجة يطلب من فتح علي شاه القاجار أن يرفع الشهادة الثالثة من الأذان الشيعي استجابة لرغبات الدولة العثمانية في خاتمتي الرسالة هكذا يقول المرزة الأخبار لا يخفى أن الأحاديث المستفيضة قد حثت على مخالفة أهل السنة ومنها ما ورد خذ ما خالف القوم فإن الرجد في خلافهم ومنها جملة ما خالف القوم فخذوه وما وافقهم فدعوه والشيخ يشير إلى شيخ جعفر والشيخ قد أمر بخلاف ما أمر به الأئمة المعصومون وذلك بتركه أشهد أن علي ولي الله ووافق بذلك المخالفين هربا من التشبه بالمفوضة كما يزعم وأكثر هؤلاء هم من الخلص كأمثال الكليني وكما ما قيل خرج من البئر ووقع في البالوعة يتحدث عن شيخ جعفر خرج من البئر ووقع في البالوعة وما كتبه الشيخ إلى فتح علي شاه القاجر فهو من أجل إرضاء الوزير في بغداد الوزير العثماني ودفع الكدر عن نفسه فعسى أن يكون معذورا إن شاء الله فعسى أن يكون شيخ جعفر معذورا فتح علي شاه طلب من الميرزا الأخبار أن يكتب رسالة في الرد على رسالة شيخ جعفر فكتب هذه الرسالة والتي وضعتها بين أيديكم وعرضتها عليكم قبل قليل فماذا تقولون وهذه الحقائق تترى وتتجلى وتتكشف الأمور هذه كواليس مسرح الشهادة الثالثة حرب شعواء حرب شعواء حرب شعواء من المراجع الطوسيين الحقراء على الشهادة الثالثة ولكن بأساليب مبطنة بأساليب مقنعة كل واحد منهم يختفي وراء وجه ظاهره ظاهره وديع وهو ذئب مستدئب الطوسي أزال الشهادة الثالثة من الأذان تحت يعفطة فتنة العباسيين والسلاجقة لكن في الحقيقة فتاواه هي التي أزالت الشهادة الثالثة ورفعت الشهادة الثالثة من الأذان الشيعي استناداً إلى فتاوى الطوسي فتاوى الضلال وبمساعدة العباسيين والسلاجقة الكلام هو 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 في كواليس مسرح الشهادة الثالثة عند جعفر كاشف الغطاء الميرزى الأخبار قتلوه لأنه كان يدعوهم إلى التمسك بحديث العترة الطاهرة لأنه كان يناصر الشهادة الثالثة هذه حكايتنا هذه حكايتنا حكاية دين العترة الطاهرة وحكاية المذهب الطوسي الخلق نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر